السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزاء طلبة وطالبات واولياء امور الصفة الخمسة الابتدائي. ان شاء الله متابعين مع بعض منهج اللغة الانجليزية العام الدراسي الجديد الفين تلاتة وعشرين. بازن الله يتم شرح المنهج من خلال كتب الدراسية المختلفة. كتاب جيم وكتاب باي بيت وكتاب المعاصر. الفيديوهات موجودة على القناة. في قائمة الصفة الخمسة الابتدائي لعام الدراسي الجديد. ان شاء الله هناخد مع بعض النهاردة الدرس الرابع من الواحدة التالتة الجزء التاني منه وده خاص بيه اللي هو النطق من كتاب المعاصر صفحة مية واحد وخمسين جاب لي هنا في البداية الفوكابلاري المفردات والافعال المنتظمة افعال منتظمة افعال عادية افعال غير شازة بحصل عليها ازاي? عند الفعل بتاعي لو منتهي بالاي? بضف له حرف دي فقط. لو الفعل بتاعي منتهي بمش منتهي بالاي بضيف له حرفي الاي والدي. لو الفعل منتهي بالواي وقبل الواي حرف ساكن بحزف الواي وبضيف الاي اي دي. لو الفعل منتهي بالواي وقبل الواي حرفه متحرك بس بالواي زي ما هي وبضيف ال اي دي. جيب لي هنا في في المضارع والباست ايه الماضي? نشوف كده الافعال اللي وجاب هنه? يقطع الى شرائح تشاب. تشاب السي اتش تجيب لصوت تشاء. قطع الى شرائح تشاب. تشاب. لو الكلمة عندي بتتكون من مقطع صوت واحد والحرف الاخير ساكن. ويسبقه حرفه متحرك بطعف الحرف الاخير قبل ما بضيف اليد. يعمل عمل ضفت اليد. ينشي في هالالصايلة الفال مش منتهي بايه. ضفت اليد بقت دق مشى. يسأل سأل ضفت اليد. يضحك بتجيب لي صوت الفا او صوت حرف الاف. ضحكة ضفت الايدي. يصلح اصلحة. ضفت الايدي. ارتدى درس. يرتدي درس. ارتدى درست. يغسل واش. غسل واشد. يشاهد واتش. شاهد واتشد. يتزوق تيست. الفعلي منتهب الايه دفتور دي فقط بقت تيستد. ينتظر ويت. انتظر ويتد. يلوم بينت لو انا او ده هانا تينتت. يعد. اعدة او حسبها يدعو الفعلي منتهب ايه دفتور دي فقط بقت دعا. يدعو دعا. نكامل هنا الافعال. يتصل اللي ايه هنا بيجيب لي صوت حرف الاول. بقت اتصر ضفت الايو والدي. يتسلك فيها البي صايلان. بقت ضفت لها الايو والدي. تسلقة. يغسل كلين. غسلة كلين. يغسل او ينظف. كلين كلين. يلعب بلاي. الوي قبلها حرفه متحرك سبتها وضفت الايه دي. بقت هنا ايه? هنا افصل مفروض يجيبها في المضارع. يلعب بلاي دي لعبة. يستمتع انجوي. الوي قبلها حرفه متحرك سبتها وضفت الايه دي. بقت انجوي دي استمتع. يبطئ سلور. ابتاء اسلود. يسلم. تمام? يسلم او يوصل. دي لفارد وصلة او سلمة. يحمل كاري الوي قبلها ساكن. حزفت الوي واضفت الاي ايه دي. بقت كاري تحملة. لي في ايش منتهب الايه. بقت ليف دي. عاشة. يريد وانت. اراد وانت. يحتاج نيد. احتاجها نيد. يرتب طايد الوي قبلها ساكن. حزفت الوي واضفت الاي اي دي. بقت رتبها طايد. يزاكر استضي الوي قبلها حرف ساكن. حزفت الوي واضفت الاي اي دي. بقت استضي تزاكرة. يلي هنا بيقولي. نطق الافعال ليه المنتهي بحرفي الاي والدي. في زمن الماضي البسيط في زمن الماضي البسيط زي بنتق حرفي الاي والدي في نهاية الفعل المنتظم في زمن الماضي البسيط بيقولي هنا كيف تنطق الاي دي في نهاية الافعال. الاي دي ممكن انطقها تا. تا. ممكن انطقها دا. دا. ممكن انطقها اد. اد. زي ايه? الافعال اللي بنتقها الحرفي الاي والدي فيها تا. كانت بقول ايه? اللي هو الفعل المنتهي بيه صوت بصوت مش الحرف بقى بصوت كش ف صوت الف حتى لو كده آآ زي كلمة كده تتنطع الصوت انا متكلم في الصوت مش في الحرف هنا ده يبقى صوت طب بمطق الحرفين ايه دي بمطقهم ده ده لو انتهى الفعل بايه لو انتهى الفعل اللي عندي بيه ب ج م ذ ذ ن ث شو شو هنا صوت شو ر ج ج دي الصوت الج ج ل وهنا الصوت ايه نج ج لوا صوت الان جي وكمان اللي هي الاصوات الايه المتحركة طب بمطق الحرفين ايه دي كأني بقول اد اد امتى لو الفعل المنتهى بصوت او ده او ده او ده جابنا الصفحة اللي بعدها صفحة مية اثنين وخمسين هنا بعض الامثلة من الافعال اللي درسناه في كتاب الطالب عندي هنا صوت ته ته عندي هنا الحرفين ايه والدي بنطقهم ته لو انتهى الفعل بحرف البيه زي وانتهى بحرف الكه تنتهى بحرف بصوت حرف الفه او بصوت الفه ده مش حرف بقى ده صوت ناسفة صوت صوت الفه لفت لفت عند هنا بطاها فافة وعشان كده نقطق الايه دي كأنها كأنها ته وصوت حرف الاس فكسيت فكسيت دريست دريست بروميزد بروميزد وهنا طبعا بروميزد بمعنى ايه هو عادة وهنا صوت حرف الشه شه واشت 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 وصوت حرف الشه واتشت 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 طيب عندي الايه دي بنطقها ده ده امتى لو الفعل المنتهى بلال كولد ولو ومتهى بصوت الام مه مه كلايمد كلايمد حتى لو انا انا ليا الصوت الاخير يعني هو منتهى بالبي لكن البي صايلان اخر صوت معايا حرف الام ودينا صوت مه كلايمد كلايمد ونه صوت حرف نه كليند كليند وفاول ليا الاسوات المتحركة بلايد انجويد سلوود صوت حرف ره دليفرد كاريد صوت حرف الفه لفت لفت طيب عندي هنا الايه دي بنطقها اد 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 امتى لو الفعل لو الفعل بتاعي منتهى بايه بصوت حرف ت زي ايه تستد ويتد كاونتد امفايتد وونتد تستد لو الفعل عندي منتهى بصوت حرف ده بيقولي هنا كمان جابلي هنا بيقولي راحس كلمة تنتهى بحرف الايه لكنه لو ينطق اخر صوت عندي صوت الكه انا بتعامل مع الصوت الاخير مش الحرف الاخير بتنتهي بجي اتش لكن بتديني صوت الفه ما ليسه لها لكم بتديني اخر صوت معي او اخر حرف معي حرف البي لكنه صامت لا ينطق يبقى اخر صوت معي صوت المه انا بتعامل مع الصوت الايه مع الصوت الاخير يابلي بعد كده بيقولي تدريبات عامة لسن فرعة درس الرابط الجزء التاني صفحة مية تنته وخمسين استمع واكتب طبعا هنا نظفة لفد عاشة احتاجة استادة زاكرة واشدة غسلة عملة هنوظف الايه او هنصنف الافعال ديت على حسب الصوت نشوف بقى الايه دي بتتنطق ده او ته او اد انت ده مسلا هنا جايب ليه بعض الامثلة وانا هكمل عليها عندي هنا عندي بيقولي صوت ده طب وصوت ته وقت وصوت الاد عايزين بقى نصنف الباقي الافعال عندي لسه خمس افعال هصنفهم يا ترى مين الفعل اللي بنتهب ايه دي الايه دي بتتنطق ده او ته او اد هنا عندي اول حاجة كلمات ليفت 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 ديت هنصنفها في ايه في صوت ده ليفت ليفت صوت ده بس في هنا ليفت صوت ده تمام نيدد 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 هنا عندي نيدد صوت الاد نيدد استطادت استطادت برضو صوت الاد واشد 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 عندي هنا منتهي الفعل بتاع بالاس والادش صوت الشاه صوت الشاه يبقى انا هعمل ايه يدينه صوت الته الفعل بتاعي منتهي بالاس ايه يبقى انا هنطق الايه دي كأنها ته واشد واشد وعند هنا برضو صوت الكه صوت الكه تمام برضو هنطقها كأنه بقول ته يبقى هنا السؤال التاني بيقول يريد اقرأ وضع دايرة حول الصوت المختلف عندي هنا في صوت الاد صوت الدي وصلة صوت الدي هنا المختلف صوت آآ اسكد اسكد تمام عندي هنا كليند كلايمد هيلبت عندي هنا هيلبت هي اللي ايه مختلفة اسكد هنا نطقتها كأنها ته ده وهنا عندي ده وده طيب هنا كليند كليند كلايمد وهيلبت هنا كليند نطقتها ده وكلايم نطقت الاي دي برضو ده صوت حرف ده تمام وعندي هنا آآ هيلبت هيلبت فان ايه نطقتها ته ته يبقى هي ديت الايه المختلفة رقم تلاتة واشد وانتد عندي هنا نطقتها اد اد واشد واشد يبقى نطقتها ته نطقتها ايه نطقتها اد يبقى نطقت الاولى والاخيرة هنا اد لكن هنا دي المختلفة واشد 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 دي اللي نطقتها ايه كأنها ته نطقتها ده نيدت نيدت نطقتها اد نطقتها الحرفين يعني ايه دي نطقتهم ده يبقى دي اللي ايه مختلف نيدت نيدت نطقتهم ايه اد بقى انا بتعمل بالصوت الاخير مش بالحرف الاخير ريد اقرأ انصورت وصنف هنقرأ ويه مصنف تزوقها بلاي دي لعبة انفنتد انفايتد دعا انجويد استمتعة درست لابسة ووق دي مشا نظفة تنظفة اصلحة ويتت انتظرة عرباء عايزين هنا نشوف الايدي نطقتها تيه امتى? الايدي نطقتها تيه امتى? هنقول هنا ايه? تقطعتها تيه زي ايه? كلمات درست تمام? وقت وقت وكمان عندي هنا ايه? عشان ما تنتهي بصوت الايه? فكسد فكسد طيب هنا صوت الس س طيب هنا حرفي الايدي وبنطقهم اد اد امتى? تيستد تيستد وكمان ايه? انفايتت انفايتت نطقتها الايدي نطقتها اد كمان ايه? عندي هنا ويتت انتظرة عندي هنا صوت الايدي ما انطقتها ده ده امتى? طبعا بلايد بلايد لعبة انجويد انجويد استمتع كليند كليند نظفها كده حبيب خلصنا مع بعض الفيديو بتاعنا النهاردة يا ربي ينول اعجابكم اشكركم على حسن استماعكم واتمنى متابعتكم واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة